خوت السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي نعطي في رأيي المتواضع حول القرعة للدوري ابطال افريقيا اللي حطات الراجع في المجموعة الثانية هي مجموعة صعيبة اللي فيها من جنوب افريقيا الجيش الملاكي من المغرب وفريق منياما من الكونغو الديمقراطية قبل ما ندخل في التباصيل على هذه القرعة هذه لا بد من تكلم على حدثين مهمين او خبرين مهمين طرحوا يوم امس حول فريق الراجع الاول هو استدعاء يوسف بالعمري اللي انتخب الوطني المغربي لتعويض غياب نصر مزراوي بسبب الاصابة صارحان فرحان بزيف بزيف من اجل يوسف بالعمري قال لنا يوسف بالعمري غيكون فرحان دبع ويكون فخور بالتطور دياله الكبير جدا مع فريق الراجع ويصبح واحد من افضل يمكن في شمال افريقيا كاملة بالعطاء دياله بتبات المستوى دياله بالامكانية التقنية الكبيرة دياله او المساهمة دياله في انتصارات فريق الراجع لكن حز في نفسي انه ما يكونش في اللائحة الاولية منذ البداية اذا ما اخدنا المعايير اللي كيحطها دائما السيد وليد الرقراغي من خلال ندوات صحفية وانه دائما كيتكلم على التنافسية كمعيار رئيسي يعني نتكلم على ادم ازنو ما كي نشك انه جوهارة وانه لاعب كبير وانه ربح للمنتخب المغربي لكن ادم ازنو مشارك ولا مباراة مع فريق باير ميونيخ في بداية هذا الموسم ولو كبديل يعني معيار التنافسية ما كيتوفرش في ادم ازنو كيشارك فقط مع الفريق التاني لباير ميونيخ وبالتالي التنافسية هي في صفح بالعمري اللي كيشارك اساسي مع فريق الرجع في جميع المباريات فبالتالي انا كنت كنت اتمنى بالعمري يكون موجود منذ الوداية وما يكونش فقط سد لاحد تغارات لغياب لاعب اخر اساسي اللي هو مصر مزراوي في كل حوال هذي جائزة مستحقة للسيوسف بالعمري للعطاء دياله في انتظر ان شاء الله الجائزة للاستحقاق اللي غير ياخد اللاعب بول كثوت اللي حتى هو ظاهير مش جاهد ظاهير متطور وظاهير مؤثر جدا في مستوى فريق الرجع وفي الانتصارات دياله فهني ان سيوسف بالعمري وانتمنى ان شاء الله انه ياخد الفرصة دياله ولو كبديل باش يعبر على الامكانية التقنية دياله وبتي ما قد تعرفوا اللاعبين للراجع عبر التاريخ ما عندهم مش ظهر مع المنتخب فإلا شفنا شي لاعب من الراجع مش المنتخب فكتكون استثناء مش يقاعدة مع عنا فريق الرجع من اعميدة الكرة المغربية الخبر تاني لطلح يوم امس هو قرب فريق الرجع من التعاقد مع البرتغالي كمدرب لفريق الرجع كنقول قرب مش التعاقد الرسمي لانه هو المدرب حسب ما وصلني ما زال ما وصلش للمغرب المدرب باقي في تواصل مع فريق الرجع على بعض التفاصيل الاخيرة قبل الوصول للمغرب لكن ما هو مؤكد ان التفاصيل الجوهرية المهمة ديال مدة العقد وديال الراتب وديال الطاقة المساعد فهي كلها متفق عليها بالنسبة لريكاردو سابينتو هو كبروفايل بالنسبة لي انا شخصي الرأي المتبادع افضل من البروفايل للبابلو ماتشين وكنت تكلمت على بابلو ماتشين وكنت قلت انه مدرب درات الفعل في اغلب الاحيان طبعا الناس جاوبوني في التعليق لو كان احتام مقرأ ديالو يقولك انه بابلو ماتشين درب فرق صغيرة في اسبانيا فكان مضطر انه يلعب اسلوب يعني متحفظ بابلو ماتشين باش يحل الملعب احنا هات القادية هذي ما بغيناش فراجة لانه بغينا كل شيء يشارك في فتح الملعب وتكون لا مركزية وهذه اللي ميزة فريق الراجع الموسم الماضي زائد انه واش عدنا ثلاثة اللاعبين في قلب الدفاع احنا يلا كنحاولو لقاوة تونائية في قلب الدفاع فبابلو ماتشين بنسبة لي انا اسلوبه اللي كيفضله هو كمدرب ما كانش مناسب لفريق الراجع او ما كانش مناسب لنوعية سكواد لانه كيبغي واحد النوعية معينة دلوسط الميدان اللي كتعرف تدير كل شيء كتعرف تصنع اللعب كتعرف تزيد القدام كتعرف تماركي سيد انه كيبغي لعب بمهاجمين ماشي مهاجم واحد باضافة لانتجارب الاخيرة دياله كلها ما كانش ناجحة عبسيتنا تجربته مع فريق سيفيا او فريق جيرونا في اغلبية التجارب دياله ما كانش لامعة هذا اللي خليني انا مشوية متحفظ على اللعب باولو ماتشين رغم انه مدرب يعني باسم كبير طبعا ولا قارننا مع المدرب اللي تم الايقالة دياله فلا مجال المقارنة بيننا مع المدرب البرتغالي ريكاردو سابيندو هو اولا محيط البالماريس افضل من ماتشين لانه مدرب فرق كوبرا في البرتغال بحل سبورتينج بلشبونا وسبورتينج براغا ايضا اصبق لي شارك في الاوروباليغ وفي تشامبينس ليغ في التالي عنده تجربة اوروبية لابسة بها بالاضافة لانه جاينا من تجربة ناجحة مع فريق اللي فاز معه بلقاب الدوري اللي غاب على الخزائن دياله لمدة خمس سنوات واحقق معه نتائج مزيانة ولعب معه كرة جميلة ونعود نرجع لنوعية الكرة ونوعية الاسلوب دياله وشنو الفلسفة دياله في كرة القدم وشنو الكرة اللي كيبغي الالعب ريكاردو سابيندو واش هو مدرب هجومي واش هو مدرب متحفظ واش هو مدرب مالين هنتكلم عليه ان شاء الله في فيديو منفصل لكن انا مبدئيا مرتاح لاختيار ريكاردو سابيندو مع انه هاد مدرب هادا عنده واحد خصلة انه كيدرب عام فقط وختي نجح مع الفريق اللي كيدربها كيدرب معهم عام واحد ربما لانه كيبغي يغير الاجواء لكن هنشوفه فريق الراجاء اللي ايضا تعاقد معه لمدة سنة واحدة كيفاش غديكون معها ان شاء الله في مستوى وكيفاش هيتأقلم مع المنظومة دياله وكيفاش غدي وصل افكار دياله اللاعبين في هاد توقف الدولي ان شاء الله طبعا في انتدار ترسيم الامور بخصوص المدرب والاعلان عنه بشكل رسمي هننتكلم الان على القرعة ديالفاريق الراجاء في دوري ابطال افريقيا صراحة قرعة صعبة وبصراحة هنجيكم بالاخر في هاد دوري ابطال افريقيا دي هاد النسخة هدي بالضبط ما يكونش منتادر قرعة سعلى يعني اي مجموعة غا نضحه فيها كانت هتكون مجموعة صعبة لانه قانون هدي اصعب نسخة من دوري ابطال افريقيا في السنوات الماضية لانه نشاركوا فيها الفريق الافضل على المستوى الشامل افريقيا وعلى مستوى افريقيا جنوب الصحراء لكن انه كنت نتمنى نضحه مع فريقين من افريقيا جنوب الصحراء وهذا الشيء اللي يوقع لكن مع الاسف احنا مع عظم صحيح كما تقولوا وهو سانداوس وتحنا مع فريقنا عارفوه مزيان وكعارفنا مزيان اللي هو فريق الجيش الملكي واللي مكتاب لنا ومكتاب له انه ينافسنا والنفسوه يعني كامتداد للسنة الماضية او الموسم الماضي فالتعقيد الان هو انه فريق الرجاء مجبر يحييذ واحد من الصانداوس والجيش الملكي طبعا اللي اخذنا فعيل الاعتبار ان مانياما على الورق على الورق فعلا مكتاب لتقدم على الورق ما تدين تشي حاجة هو اضعف فريق في المجموعة لكن مانياما رقصة فريق بيترو اتليتيكو اللي هو فريق ماشي سهل وتأهل عن جذرة واستحقاق وبالتالي هو الان كحيصان اسود والفريق الكونغولية ديال كونغو شاصة هي فرق جيدة على المستوى التقنية وفرق قوية جدا في الميدان ديالها فابتالي انا كانت توقع عنا فريق مانياما هذي خلق المشاكل خاصة في ملعب دياله لجميع فرق هذي المجموعة فابتالي هذي مجموعة معقدة وصعبة والتعقيد ديالها في كما قلت المواجهات المباشرة اللي ممكن تحدد تأهل ديال فريق الرجاء وحجزه لوارقة من وراقتين للتأهل لكن ما نتفاصل المجموعة هو الكالوندري اي البرنامج لها المجموعة عادل فريق الرجاء هذي يستقبل في الممباراة الاولى لفريق الجيش الملك يعني هذه المباراة عادي ما رأيتها بعظ يعني اعتبرها مباراة مفصلية مباراة مهمة جدا في التأهل يعني فريق الرجاء الى ربح على سبيل المثال عند ربح الجيش وخذ تلات نقاط في اول مباراة ومشى الكونغو ورجع علاقة البق تدا يعتبر فريق الجيش الملكي هذي ستسإستقبل صند Roux في الجولاتيتان لا يمكن لكن فريق الرجاء ممكن يدر واحد في البداية على فريق الجيش. علما ان فريق الجيش عنده واحد اخر هو انه في المباراة الثالثة والرابعة غير عبدها بنا وايابن مع فريق مانياما وهنا ممكن ياخد الماكسيموم دي النقاط مع فريق يعتبر على الورق هو اضعف فريق في المجموعة. فبالتالي حسابات هاد المجموعة هي حسابات معقدة. بالاضافة انه فريق الرجع في المباراة الخامسة قد يستقبل فريق وممكن يستقبله في ملعب محمد الخامس. الى تفتح تحمي بعد ياناير كما يشع. والمباراة الاخيرة اللي ممكن تكون حاسمة واللي ممكن يكون فيها فريق الرجع مجبر على الفوز. غادي يستقبل فيها فريق مانياما في الجولة السادسة. السؤال الان هو كيفاش غايكون فريق الرجع من هنا تقريبا واحد شهر ونص على اعتبار المباراة اولى غتلعب تقريبا في النصف التاني من نومبر. كيفاش فريق الرجع غادي يكون مع المدرب الجديد دياله. كيفاش غاكونوا ركائز الفريق على المستوى البدني وعلى المستوى التقني. واش نرجع للفورما. واش المدرب ديالنا غادي دقاء واحد عمق اللعب. بسرعة باش نحقو النتائج مزيانة. كيفاش غا نكونوا في الدوري? هدا هو السؤال اللي غايت تطرح. وهو في علم الغيب ولا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. كنت نتمنى ان فريق قرر اتفاعد مواجهة عربية. ولكن احنا في مواجهة مش فقط عربية بل مواجهة محلية مع فريق الجيش. اللي غايت تكون مواجهة معقدة وصعبة. صراحة وحاسمة في تأهل لدور المقبل. بعض اخوة كانوا قالوا لي البارح في البودكاست المباشر. انه فريق سانداونز رو ما بقاش بدك المستوى اللي كان فيه بالسنوات الاخيرة. لانه فقد بعض العناصر المهمة دياله. وايضا فقد احتى المدرب اللي كان عاطيها واحد الهوية. واحد الشكل كوراوي. يعني مميز. فسانداونز كي بقى سانداونز. خلصا في بريطوريا مع الجوج ديال النهار. ما يغي لعبه معك. غايت سيطره غايت السحوده وغايت تغطيه عالي. انا كنتوقع انهم ياخدوا الماكسيم من النقاط في الميدان ديالهم. ويكون صعب جدا على اي فارق. انه يمشي ياخد نقاط من فارق سانداونز في ملعب دياله. سانداونز في ملعب ديالنا او خارج ملعب. هنا ممكن تغيير الشخصية. هنا ممكن يلعبه شوية بأسلوب دفاعي. هنا ممكن شوية يكون الخوف كما مالف كنشوف على سانداونز خاصة في الادوال الاقصائية. لكن في دور المجموعة عادة سانداونز يحقق افضل النتائج ممكنة. وكده يكون من اكبر المرشحي للفوز باللقب. بالنسبة لفارق الجيش مستوى اللي فيه دابا ما يعني ولا شيء بالنسبة للمباراية دور المجموعة من لانو انا عارف فارق الجيش ملكي حتى لما كانش مزيان دابا ممكن يغيره المدرب كما يوشع الان انه ممكن يغيره المدرب البولندي وعوده بمدرب اخر. فبالتالي فارق الجيش بعدها من ناحية القاعدة. من ناحية الامكانيات التقنية من ناحية السكواد اللي عندهم. عندهم سكواد تنافسي. سكواد ممتاز. وفيه عناصر بديلة. اتوقعهم ان يسترجعوا المستوى ديهم. في اقرب وقت. فارق متوازن وفارق عنده ادوات باش يماركي عليك في قيلة لحظة. ممكن تخلق مفاجأة. ومفاجأة الكبرى لشنا هي. وان الرعجة والجيش يحققوا نتائج مزيانة مع سانداوس. وتعادلوا مع بعضياتهم. او تساطحوا مع بعضياتهم كما تقولوا. ويقصدوا فارق سانداوس. كون القدم كل شي فيه ممكن. اللي غير يحدد هذا الشي هو نتائج فارق الجيش. والراجة مع فارق سانداوس خصصا في بريطوريا. انه في مغرب ممكن حقه نوقات وممكن الفوز على سانداوس. كما قلت اللي كتغير البوستير دياله كتغير الشخصية دياله خارج الميدان. وهلشي ايضا مربوط بمسوا فارق مانياما دي ممكن يعني بنسبة كبيرة يكون حصان اسود خصا في ميدان دياله وعلى ما يشاع انه يستقبل في ملعب الشهداء بكينشاسة وكما كتعرفوه الملعب هو اشبه بالمقبرة. فتلكين الخوت مجموعة صعبة جدا مجموعة معقدة واللي صعيب فيها هو المواجهات المباشرة اللي غتحدد بشكل كبير التأهل للأحد الفارقين الى جانب سانداوس وهذا هو السيناريو الاقرب. سانداوس المرتبة الاولى والراجة والجيش يضربوا المركز الثاني. اكيد في كرة القدم كل شيء ممكن. والملعب هو لك يحكم. كتبوا ليه في تعريق الخوت كيف يجب عليكم القراءة. واش كتعتقدوا انها مجموعة صعبة ومعقدة كما قلت. واش كتعتقدوا ان فعلا انه الراجة والجيش سيتضربوا على المركز الثاني. باش ممكن يتأهلوا الدور المقبض. كما اغنذكركم مرة اخرى نعود نرجع باش نتكلم على ريكاردو سابينتو. المشوار دياله. هوية اللعب دياله. نتائج دياله في السنوات الاخيرة. ما من نوعية المدرب هو العقلية دياله. نتكلم عليه كمدرب بصفة عامة. واش ممكن يكون لايق الفريق الرجاء. المستوى طريقة اللعب ونمط اللعب. بالإضافة انه معتمة مهم وصني شخصيا. وانه ريكاردو سابينتو تواصل من المسؤولين للفريق الرجاء باللغة الفرنسية. وهذا كان عامل محدد باش ريكاردو سابينتو يكون مدرب الفريق الرجاء على اعتبار ان التواصل مقطة مهمة جدا. ولو انه الموسم الماضي رازم باور تكلم بالإنجليزة مع اللاعبين. واللاعبين فهموه. اللغة تكورة قدم هي لغة يعني لغة عالمية. لكن إذا كان المدرب يتكلم باللغة كان يفهمه هنا. وكيف يفهمه اللاعبين. فغي يكون أفضل. وغي يسهل اندماج المدرب في أقرب وقت. في الأخير اخوة الترابي سلامت تدعمونا بلايك. وبالاشتراك في قناة فوتبول ترابي. الى ما زال غير المشتركين. شاء الله في راسكم. سلام عليكم. ولكم تمنى المتابعين الدائمين للقناة. وبغيت الدعمنا من أجل الاستمرارية. عندنا الانتساب الشهري واللي هو بتمن رمزي. واسماء المنتسبين. هرحطهم بشكل مباشر في كل بودكاست.